عاد الى ارض الوطن الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بعد زيارة رسمية الى اليونان شهد خلالها المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المصري اليوناني المشترك ميدوزا 7 بحضور وزير دفاع قبرص وتضمنت المرحلة تنفيذ العديد من الانشطة والفعاليات شاملت التخطيط وادارة اعمال قتال بحرية وجوية مشتركة ضد كافة التهديدات والتدريب على اعمال الاستطلاع الجوي والبحري واعتراض الاهداف المعادية والتي اظهرت مدى قدرة القوات المشاركة على التعامل مع المواقف القتالية المختلفة بكفاءة عالية وتنفيذ عدة تشكيلات ابحار نهارا وليلا وتدريب على اعمال الاعتراض البحري والدفاع ضد التهديدات الغير نمطية اثناء الابحار وكذلك مهام البحث والانقاذ ومكافحة اعمال التهريب والهجرة الغير شرعية والتدريب على حماية اهداف ذات اهمية خاصة وتأمين الوحدات البحرية ضد طيران العدو باستخدام وسائل واسلحة الدفاع الجوي واستقبال واقلاع الهليكوبتر الهجومية من على متن حاملة المروحيات انور السادات نهارا وليلا كما اجتملت الفعاليات على قيام عناصر القوات الجوية بالتدريب على اعمال الاستطلاع الجوي والانذار المبكر وتنفيذ طلعات جوية مشتركة للدفاع والهجوم عن الاهداف الحيوية والبحرية بالمياه الاقليمية وتقديم المعاونة الجوية لعملية الابرار البحري كما تضمنت المرحلة تنفيذ عملية ابرار بحري لعناصر القوات الخاصة وقوات الصعيقة البحرية المحملة على حاملة المروحيات انور السادات على شاطئ مؤمن حيث تم دفع مجموعات الاستطلاع وتنفيذ اعمال الاسقاط والابرار الجوي للمجموعات القتالية من وحدات المظلات لاستكمال تدمير العناصر المعادية وتأمين الشاطئ وذلك تحت ستر اعمال قتال الطائرات متعددة المهام كما تم تنفيذ تدريبات لعناصر القوات الخاصة لكل من مصر واليونان وقبرص على اعمال الاقتحام والتفتيش والتغلب على العناصر الارهابية وفي نهاية المرحلة اكد وزراء الدفاع لكل من مصر واليونان وقبرص على اهمية التدريب في نقل وتبادل الخبرات وتنمية القدرات القتالية والعمليتية وتوحيد المفاهيم والقدرة على تنفيذ عمل جماعي مشترك بين القوات المسلحة المصرية واليونانية والقبرصية بما يساهم في دعم الامن والاستقرار البحري بالبحر المتوسط حضر المرحلة الختمية قائد القوات البحرية المصرية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة لكل من مصر واليونان وقبرص وعدد من المراقبين الدوليين